السلام عليكم وإزايكم وأخباركم أتمنى تكونوا في أفضل صحة وأحسن حال وشهر رمضان كريم وبركة علينا جميعا بإذن الله نشوف كده طبعا بقى أحداث وكمان مغامرات كل سيدة من السيدات اللي عرضه لكم في فيديو النهاردة وزي كل واحدة فيهم بتستعد وبتجهز بطريقتها سوى دور هتقومي شوية التجهيزات دول لوحدك بتستعيني بأختك بمنطق بصديقة ليكي ممكن كمان تعود انتوا لاتنين كده وتشوفي شوية الحاجات اللي انت محتاجاها بتنقلي من بيت لبيت جديد وبتحاولي تعملي كوري الحاجات دي يعتبر كده قبل السباق الرمضاني عايزة تنجزي وتخلصي كل حاجة بحيث تدخلي على شهر رمضان ويعتبر كده بالك مرتاح شوية من شوية بقى التفاصيل اللي بتكون كلها كاركبة وفوضى ومغامرات كتيرة جدا عشان توصي اللحظات النهائية اللي زي دي اللي كلها طبعا بتكون شغف وسعادة تعالوا مع بعض كده كمان نبدأ فيديو النهاردة بلايقاتكم الحلوة وكمان كده عايزة كلكو درات في الكومنتات تحت تنزيل وتصلوا عن نبي ونشوف طبعا مغامراتنا النهاردة مع كل سيدة من دول شوية التفاصيل بقى والتنظفات البدائية وازاي كمان تبدأ تعملي كل حاجة تستعيد بيها لشهر رمضان الكريم دولة بالملابس متاعك من جوة ومن بره لازم يكون متوضب وتزبطي أمورك كده أول بأول بحيث بتدخلي على رمضان وانتي مهيئة نفسيا كل حاجة عندك بنظام معين ترتيبك لكل حاجة توضيبك لكل حاجة استغلالك لوقتك والجهدك ازاي تستغلي كل ده وتطلعي بنتيجة كويسة من غير طبعا ما تتعبي نفسك وتحس ان الأمور بالنسبالك معقدة بل بالعكس لو انتي عملت كل الخطوات اللي زي دي هتحس ان انتي مفيش وراك بقى ضغط ولا مسؤوليات كتيرة بل هتقدر ان انت تطلعي كل حاجة كده زي ما انت شايفها بمنتهى البساطة حتى طريق أكلاتك ووصفاتك طبعا بالنسبالك الموضوع سهل وبيدك الحمد لله منظم هتقدر تعملي أشهل أكلات والوصفات اللي ممكن تكون بتاخد منك وقت غير طبعا ما يكون الموضوع بالنسبالك صعب وان انتي مش عارفة تنجيزي كل ده سوى طبعا بقى هتعملي أكلات خفيفة كمان تعملي صحور حلو حتى لو انت تعملي أبسط الأجرات والوصفات المهم بتعمليها وانت سعيدة جدا نشوف برضو كمان كده مشترياتها من بقى يعني يعتبر كده حاجات التلاجة اللي انت بتحط فيها كل الخضر والفاكهة بتوعك اللي يعني يعتبر بتحفظ لك على كل حاجة معاك في التلاجة غير طبعا بقى يعني المنظمات العادية وحب أقولك في كده الحالات سواء منظمات العادية المنظمات الغالية انت في إيديك تزبطي كل حاجة عندك في البيت وكمان في نفس الوقت شوية الاستعدادات اللي انت بتقوم بيهم دول بيوفروا عليك وقت وجهد كبير كده خلال شهر رمضان يعني بقى من دلوقتي مقسمة أمورك من دلوقتي جبت مشترياتك عملت شوية تفرزات بدأت تحطي كل حاجة في التلاجة عندك بشكل منظم غسلتي ومساحة تلاجتك تيجي ترس فيها حاجتك كده بنظام معين غير طبعا ما الوضع بالنسبالك بيكون كله كركبة وفوضى مش عارفة تمشي أمورك شوية كمان بقى كده التوضبات والحاجات الأساسية اليومية اللي انت بتقوم بيها ندخل كمان دلوقتي مع سيدة تانية وطريقة كمان تنظيمها وترتيبها حتى شوية الأفكار اللي بتقوم بيهم إزاي كمان تقدرت تجيب لنا هنا مجموعة من المنظمات اللي شكلها جديد وقدرت بالفعل كده تحطها عندها في دولاب المطبخ وشكلها كان حلو جدا يعني عامة أمور التنظيم والترتيب دي زي ما بيكون فيه أفكار كتيرة جديدة وحاجات مختلفة كلها بالفعل بتبهرك تيجي بص كده على شكل المطبخ عندك أو دورة في المطبخ من جوة مع النظام والترتيب اللي انت قمت بي ده بتحس ان هي بتنقلك لمكان تاني خاص ويمكن ده دايما اللي احنا بنتكلم عنه حاولي تنظم البيت حتى لو بإمكانيات بسيطة حاولي كمان يعني تكون المسئولية بتاعتك دي بقدر الإمكان حاجة كلها الشغف بالنسبة لك شوية التنظيمات دول اللي انت هتقوم بيهم دايما بيوفروا عليكي مجهود كبير جدا خلال الفترات الجاية حتى لو تينات السريعة اللي كل سايدة في دول بتحاول ان هي تقوم بيهم التوضبات العادية ترجعي كل حاجة لمكانها تحاولي كمان كده بس يعني تشغلي حتى غسلت الأطباق أو تلمي كده الحاجات فيها على ما تيجي نهاية اليوم وتبداي كمان تقسمي شغلك أظن يعني مع التفاصيل اللي زي دي مرة في التانية الموضوع بالنسبة لك بيكون مختلفة السيدة طبعا اللي كانت موجودة معنا في البداية حاولت ان هي توضب التلاجة بتاعاتها والسيدة دي كمان بتحاول ان هي توضبها كل واحدة فيهم بتشوف بيتها ماشي ازاي في حالة طبعا بقى كده اختلاف المنظفات سواء طبعا هتعملي منظف بيد نفسك أو كمان تجيبي منظف جاهز في كالحالات النتيجة بتكون حلوة جدا بتحاول تنظفي وتعقامي وتسيطري على كل الوضع اللي قدامك ده وتتخلصي طبعا من نسبة الكركبة والدهون اللي ممكن تكون موجودة لكن اهم حاجة طريقة طبعا انتي تنظفي وتحقمي كل حاجة وتحطي كل حاجة كده في مكانها الطبيعي يعتبر بنظام وترتيب معين غير طبعا بقى كده الفوضى اللي ممكن تكون موجودة عندك بكل شكلها باستايلها المهم ازاي تكون يعني كل حاجة بالنسبة لك متاحة شكلها منظم منصق الترتيب والتنظيم فيها الى اقصى الحدود زي ما انت شايف وعمتا كده كل واحدة زي ما بيقولوا بتكون شايفة بيتها يمشي ازاي بتحلم كمان وحطة في دبالها كده النتيجة اللي هي هتبصى لها زي ما كل واحدة كمان فينا بتحلم ان بيتها يكون اجمل بيت وكمان السعادة مالية البيت ده وشوية التفاصيل البسيطة اكيد والتطشاط اللي انتي بتقوم بيها بتغير للكور الملامح اللي زي دي حتى كمان تلميع طبعا بقى المقبخ من برا دي حاجة اساسية ومهمة جدا يعني شوية الخل مع الصابون مع الكربوناتو كل التفاصيل دي يعني شوية مكونات موجودة عندك في البيت وبتحاول ان انت تقوم بيها عشان تدويبي اصعب الدهون المتراكمة عندك وتقصال النتيجة اظن ما هيكونش فيه لاجمل ولا احلى من كده ترجمة نانسي قنقر نشوف كمان دلوقتي كده روتينها اليومي والمميز اللي هي بتقوم بي وزي ما قلتلكو فيه روتنات ممكن تكون عميقة وبتشيري كل حاجة من الالف للياء وبتوضبي وبتعاملي كمان مجهود كبير وروتنات تانية بتحس ان الموضوع خفيف بالنسبالك شوية بقى طبعا المواعين والتفاصيل العادية شوية كمان بقى كده التنظيمات اليومية اللي انت ممكن تكوني بتقوم بيها ازاي تقدري توضبي وتنصغي كل ده وتخرج معانا بنتيجة هيلة جدا بدون طبعا الكركبة والافوضى وبدون كمان ما يكون الموضوع صعب بالنسبالك مع التنظيمات والروتنات اللي احنا بنشوفها دي فإيديك ان انت تغيري وتوصلي لكل حاجة في أسرع وقت شكرا حتى طريق التنظيمة هنا وان هي تشارك زوجها في كل حاجة ويمكن دي كمان روح المعاونة اللي احنا بنشوفها عشان تقدري يعني تعملي الحاجات الصعبة اللي فيها مجود بالنسبالك وبالفعل كده يا جماعة يمكن كلنا بنعمل الخطوات اللي زي دي حاجة شايفة ان هي صعبة تقيلة مش قادرة تحركيها ساعتها طبعا بتطاري ان انت تشوفي بقى زوجك أخوكي بقى باقي حد يساعدك بقى ان انت تتخلصي من كل الكركبة اللي موجودة دي وكمان يقوموا محاكب أعمالية التنقل اللي ممكن تكون صعبة من وجهة نظرك وأظن الموضوع يبدو انه هو بسيط جدا يعني من غير بقى لك الكيع ولا عقد ولا الكلام ده خرص فإيديك ان انت تنظمي كل حاجة وحاولي تزبطي أمورك عشان كده أتمنى من كل قلبي فيديو النهار دي يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هستنى طبعا واكيد لايقاتكم الحلوة وحمسكم ومشترككم معي عشان أبهركم بكل جديد واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة